تحت لك كابتن ايمن ولديوفك ولكل مشاهد قاطع النادي الاهلي في كل مكان من اليوم مبروك للنادي الاهلي سلاس نقاط يضافوا إلى الرصيد النادي الاهلي يقترب خطوة كبيرة جدا من نحو اللقب مع المدير الفني القدير طبعا ابن من أبناء النادي الاهلي كابتن أحمد عبد المنعم كشري بقول لك أردالك كابتن أحمد وعملت كم كويس تغيرات كلها يمكن نشطت وسط ملعبك وهجومك وروحت على النادي الاهلي كتير ومكنتش خايف في النادي الاهلي النهاردة مع قلة إمكانيات فريق أسوان طبعا طبعا أولا ببارك النادي الاهلي طبعا ماتش النهاردة 3 بنت مستحقين المباراة للأمانة يا شريف يعني احنا عملنا جيم يعني كنا ند بكوة بالذات احنا جاء في فرص واحنا 1-0 جاءت لنا اتحد لمصطفى البدري وكورتين في الشوت الأولاني يعني كنا نقدر ان احنا نتعادل هي قلة خبرة العيبة يعني انت شفت جي الشوتي التاني كمان انا منزل أربع مهاجمين يعني طبعا النادي الاهلي نادي كبير وفرقة تقيلة بس برضو انا او احنا مدرستنا مدرسة الهجومية فانا عندي الحمد لله الجراءة ان انا اهاجم وحستي ان احنا فريتنا تقدر ان هي سجل وصلنا بأكتر من كرة كان عندنا بأكتر من كرة لكن طبعا قلت خبرة العيبتي فرقت معايا لكن طبعا النادي الاهلي يقدم مباراة كبيرة باباري كلوم وان شاء الله الأهلي يعني دوري طبعا محسوب بإذن النادي الاهلي ونتمنى الأهلي في افريكيا ان شاء الله ان هو ااخد افريكيا من اللي لفت نظرك نه quizzes عملك يزعي والله يكلمك بأمانة بأمانة يعني احنا أفلنا مفتيح النادي الاهلي بالأمانة انا ما شعرتش ان في حد خطر في النادي الاهلي النهاردة وانو اكون صريح انا مش هنجامل مسكنا قفش يزين انت شايف قفشة ما اشتغلش خالص أجايه ما كانش ليه ظاهر خالص كل مفاتيح لعب النادي الآلي احنا كنا مسكنها ما كانش فيه لاعب بيمس الخطورة عليها يمكن في بداية المباراة في وجود أحمد الشيخ كانوا بحاولوا انهم يختاركون ناحية اليمين أحمد عنده سرعات ويخش الجوة لكن طبعا ما لحقش الاصابة اتمنى ان يكون هو اتمنى ان يكون الاصابة بسيطة كاريته قدامي اتمنى ان يكون سليم لكن النهاردة مش هتحك عليك نص الملعب النادي الآلي مسي الكورة اللجوان اللي جات فيها التلاتة واحدة مقطوعة من عامر في نص الملعب ويحنا راحين بهجمة والاثنين الاخرينين من حسن طارق وانا راح بهجمة في نص ملعب الآلي فطبعا هجمة مرتدة طبعا فيه سرعات لكن طبعا انا كنت أعلام من لعيبة في الآلي لكن الجيم كان يعني الحمد لله كان سجال بالنسبة لنا لكن فرقة النادي الآلي كلهم لعيبة طوال وليد لما نزل طبعا عنده خبرات بدأ يوسع لهم النهاردة يعني باجي يعني النهاردة بيجيب جهون النهاردة يعني كويس كويس لنادي الآلي بس دي يعني الأسوان لكن أنا برضو بشكر لعيبتي فرقة أسوان عملت مباراة محترمة جدا جدا من أحسن والله يا شريف بصير في النظر للدور الأولاني خسروا خمسة لأ النهاردة أنا بلعب كورة يعني بنلعب كورة بنهاجم الآلي وراحين بأكتر من واحدة مصطفى البدري في كورتين تلاتة الشرط الأول وجشتي الثاني أكتر من ثلاثة أربعة كانوا هيجوا جوان لي وبنمسكوا بالروح وبنشتغل وبناخد فوالات عن نادي الآلي يعني لا أسوان يا كابتن لا لا أنا مش خايف لا 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 مش خايف طبعا أكيد في أخطاحنا بداية موسم خمس شهور لعيبها ده يا شريف لكن الحمد لله من مطش المطش بالعكس عن النهاردة لعبنا كورة كويسة بس عشان أكون صريح معك برضو إيه اللي تخبرت لعبيت أسوان بتلعب نادي الآلي أستاذ القاهرة احنا بقى عارفين الكلام ده يعني لكن لا لا مبروك النادي الآلي مطش جميل جدا بالنسبة للنادي الآلي أو تلاتة بنت يفرموا مع النادي الآلي وأنا في رئيتي مبسوط جدا منها أنا يمكن أن يخليني هادي شوية في رئيتي كويسة أخطاء طبعا الكورة أخطاء لكن الحمد لله مبرونا شايف أنها جيدة جدا حول في اللي جايب إذن الله إن شاء الله شارع شكرا شارع شكرا حبيب شكرا كابتن عيمن ده كان لقانا مع المدير الفني القدير طبعا وابن الأبناء النادي الآلي الكابتن أحمد عبد المنعم كشري مليوم مبروك لحضرتك مليوم مبروك لديوفك مليوم مبروك لكل مشاهدي قانات النادي الآلي أعود لك من جديد كابتن عيمن تفضل